بخصوص القرار الأخير لالتحاد أو البرلمان الأوروبي أظن أنه بهذا القرار قد دخل في منزلق خطير آخر قد يؤدي إلى توطر كبير للعلاقات المغربية الأوروبية خلال الأشهر المقبلة أظن أن هذا القرار اليوم هو قرار يخص فئة معينة من طيارات السياسية ذات الإديولوجيا والحمول الفكري المعادية لمملكة المغربية على اعتبار أن هذا القرار حين تم اتخاذه المصدق عليه في البرلمان الأوروبي فئة كبيرة من النواب الأوروبي للم تكون حاضرة فئة امتنعت عن تصويت وفئة عارضت هذا القرار يجب أن ننسى هذا الأمر ولكن الفئة التي كانت غالبة يوم تصويت هي الفئة التي لديها كما قلنا خلفية إديولوجية معادية للمملكة المغربية وأظن أنها اليوم هي توظف هذه العلاقة أو هذه الورقة من أجل العبت بالعلاقات المغربية الأوروبية التي دخلت في مرحلة من تحالف الاستراتيجي خاصة بعد أن كانت هناك مواقف إيجابية من ألمانيا إزاء الوحدة الترابية للمملكة المغربية بعد الاعتراف التاريخي للمملكة الإسبانية بعدالة قضية الوحدة الترابية المغربية وبمغربية الصحراء ثم هذا التغير التدريجي في تجاه الانجابي بين العلاقات المغربية الفرنسية خلال أشهر القليل الماضية خاصة بعد تعيين سفير جديد من المغرب وزيرات وزير الخارجية الفرنسية إلى المملكة المغربية نهيك لأن هناك تعاون اقتصادي تعاون أمني تعاون في مختلف المجالات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي أظن أن اليوم هؤلاء الذين صادقوا على القرار والذين صاغوا هذا القرار هم يدفعون باتجاه أزمة جديدة المغرب بلد مستقل المغرب لديه سلطة في اتخاذ مختلف قراراته هناك فصل بين السلطة وهناك سيادة لسلطة القضاء وبالتالي هذا العبت وهذا القرار العبتي اليوم لا يعدو أن أضم صوتي أيضا إلى صوت مجموعة من نواب المغاربة والقضاء المغاربة والمواطنين المغاربة الذين لا رغون في هذا القرار إلا أنه مجرد زوبعة ستكون أو يكون مآلها ومصرها الفشل كما كان فشل مجموعة من محاولات القرارات المماثلة التي استهدفت الاتفاقية الفلاحية استهدفت مجموعة من الاتفاقية التي استرابت الاتحاد الأوروبي من المملكة المغربية ذات البعد الحقوقي والقضائي خلال السنوات الماضية إذن أظن بأن هذه المرحلة سوف يتجاوزها الطرفا المؤسسات الأوروبية بطبيعة الحالة والمملكة المغربية وأظن أن المقبل في العلاقات المغربية الأوروبية هو إيجابي بالتأكيد وأن هذا الأمر سوف يطوهي النسيان كما طوى مختلف التوجهات العبتية لهذه الطيارات المعروفة بعدائها للمملكة المغربية قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في قناة أشكاين واتبعوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين إذا عجبكم المحتوى فارتجوه مع أصدقائكم وللماتدنا الأخبار تليشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور ترجمة نانسي قنقر